السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد اللي هتكلم فيه عن اقوى وافضل تليفون في نظري حتى الان في كل فئة سعرية هنشوف في شهر فبراير الفين واحد وعشرين في يعني تغيرات حصلت في هزي الفئات السعرية من ناحية التليفونات ولا لأ ولكن اولا من دفعية حاجة متستاش تعمل لايك مهم جدا تشارك في القناة تفعل الجرس تجيب بقى كوباية القهوة ولا كوباية الشاي الحاجة اللي انت ايه بتحب تشترم وتفرج على الفيديو لان الفيديو ده تقيل وماتين وهيعجبك وخلينا بقى لطول نتكلم كده من اول فئة الف سمسونة جنيه اللي بصراحة منصحش اي حد يشتري فيها تليفون اصلا لان الفئة دي مش هتديك اللي انت عايزه او مش هتديك حتى اللي شغلك هيبقى معك تليفون سنة ومش اكتر بس انا صحت ديك حط خمسونة جنيه واطلع شوية لحد الالفين الفين وامتين جنيه هتلاقي عندك بقى اه من شركة هتلاقي عندك مسلا الجهاز القوي حتى الان في الفئة السعرية دي فانت رمعك الفين جنيه هيبقى قدامك حاجة من اتنين لاما الهوتين من انفينكس لاما الريلم سيسري ويا سلام بقى لو جيت عنافسك حبيتين وحطيت تلتميت جنيه ولا ربميت جنيه الكتير قوي واشتريت الريدمي ناين اقوى جهاز حتى الان وعشان اجيب لك الخلاصة والمفيد افضل جهاز من اول الفين جنيه لتلات تلاف جنيه هو الريدمي ناين لا 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 مش هقبل نقاش مش هقبل اي كلمة لا تقول لي بوكو ايمي سري ولا تقول لي ريدمي ناين تي كلها اكمالت عدد والشركة بتقولك انا موجودة حتى الان انما انا ونتكلم في قوة فعقول لك الريدمي ناين المعالج بتاعه هينيو جيتامانين معالج اقوى في الالعاب من سناب درامو ستمائة وستين اهير ان هو احدث منه وبصراحة كتجربة شخصية افضل معالجات في الفئة السعرية دي بتاديك اداء العاب ويمكن تصوير كمان معالجات الميديا تيك فسي ما قلت لك خلاص الكلام في النقطة دي افضل جهاز من الفين لتلات تلاف الريدمي ناين هو اسمع مني وما تسمعش حد يقول لي غير كده طب تعالي اتكلم بقى فوق شوية تلات تلاف تلات تلاف وتلتمية في الرنج ده هتلاقي النوت ناين اس من شاومي بصراحة الجهاز قوي جدا وكويس وزي الفل ولكن مشاكل اللي وجهتها مع الجهاز حكمه كبير شوية مش ينفع تحكم فيه بيد واحدة تاني حاجة البصمة احيانا كانت بتعلق بطلق ببطء فقدر اقول لك ان الجهاز كويس وكل حاجة ولكن هي دي المشاكل اللي وجهتها فيه بالاضافة لوجهة شاومي السيئة كالعادة ولكن لو انت معك شجر تلات تلاف جنيه فتعالي على نفسك حبيتين وحط تلتمية جنيه وهات النوت ناين اس هو سعر دلوقتي تلات تلاف وتلتمية جنيه وهتلاقي الاسعار عندك بالدولار بس اعتقدش هتفيدك في حاجة لان الاسعار دي داخل مصر بس ولو عايز تريح دماغك وتجيب جهاز طب الطب اطلع شوية معلم لحد تلات تلاف وسبعمائة جنيه بالزبط هتلاقي الريلمي سيكس طفرة من تفارات شركة ريلمي عايز اقولك ان الجهاز ده فوجة نظر الشخصية افضل من الريلمي سيفن فوق كل ده بقى حط اداء الكاميرات والتصوير افضل كاميرا حرفيا جربتها في الفئة دي كانت كاميرا الريلمي سيكس شفت انت كاميرا الريلمي اكس تي هي نفس الكاميرا تقريبا الريلمي سيكس ممتازة جدا في رأيي الشخصي افضل كاميرا من تلات تلاف لاربعة تلاف ويمكن كمان اربعة تلاف خمسمائة جنيه وقدر اقولك من انا تجريبت للجهازين فقدر اقولك ان كاميرا تريلمي سيكس وتفوق على كاميرا البوك اكس تري انفسي بس ده ما يمنعش لو انت معاك اربعة تلاف جنيه او تقدر تحط تلتمية كمان وتجيب الاربعة تلاف جنيه فتروح تشارع على طول البوك اكس تري انفسي جهاز قوي عملت له مراجعة كل جهاز من دول عملت له مراجعة تفصيلية واحاول اسيب لك لينكاته في او في التعليق المسبت البوك اكس تري انفسي ممتاز وهو مميز بالانفسي هو من اسمه اسمه مجمعية الانفسي بالاضافة لذلك برضو المعالج الجبار اللي موجود في الجهاز بالاضافة للمية عشرين كانت تجربة فريدة فعلا اللي استيريو اللي موجود في الجهاز فالجهاز كان شبه متكامل في فئات السعرية ولو تاخد بالك انا مذكرتش سامسونج حتى الان في الفئات السعرية دي لان احب يقولك ان سامسونج مش منافس قوي في هذه الفئات السعرية سامسونج بس اللي ايه بتثبت وجودها في هذه الفئات. انما لو نتكلم عن اجهزة سامسونج فسامسونج بتحط حتى محترمة في الفلاك شب. وانا رأيي لو انا معايا اكتر من عشرة الاف ومستشرة الف جنيه انا اشتري لاما سامسونج لاما ايفون. ممكن اقل احط فلوسي او مبلغ زي كده في اي براند تاني. عشان اكون صالح معاك. سامسونج قوية جدا في الفلاك شب وبتاخد في هزي الفئة. الفين وعشرين كان افضل جهاز في الفئة الرائدة او في الفلاك شب النوت توينتي اولترا. فزي ما قلت لك سامسونج تلاقيها في الفئات الرائدة. انما هتنزل في الفئات المتوسطة او الاقتصادية ما تلاقيش يابا. بتجي على نفسها في خمات تصنيع وتجي على نفسها حاجة كتير اوي. فما اعتقدش انك تاخد جهاز من السامسونج وفي الفئات دي. وتحس انك مرضي بي. الا بقى لو انت راجل مش حمي غير المكالمات وبتحب البراند ده فاشت اروح يابا اشتري منه وانت مرتاح. النابرة بتكلم على قيمة مقابل سعر او افضل اجهزة في كل فئة سعرية. حابب اقول لك برضو وفقرك ان الانفينيكس نوت سيفن من افضل اجهزة شركة انفينيكس سعره حاليا وصل لالفين تمامية وخمسين النسخة الكبيرة المية تمامية وعشرين. ودي فرصة قوية جدا لو انت حابب تشير الجهاز ده. حابب برضو اضيف لك حاجة مش معنى ان كل جهاز ينزل اجر اشتريه. لا فيه اجهزة قديمة انا حتى الان لو انت عايز تعرف جهاز رئيسي ايه فحب اقول لك الاف ليفن برو. جهاز مستقر الابعد الحدود. جهاز معي بقى له حوالي سنتينة او اكتر ما فكرتش ابيعه لانه مستقر. فيبقى فترة لو فكرت ابيعه واجب غيره. هو مديني كل المتطلبات وكل انا عايزه فهبيعه ليه? فانت كمان يا صاحبي يخلي عندك نفس المبدأ. خليك زكي. الجهاز تعبك وعايز تغيره اشتغل. الجهاز شغال معك تمام هتبيعه ليه? خلينا بقى نعلى الفئة الخمس تلاف جنيه. واحب اقول لك ان بلا شك وعشان نفل الكلام في الفئة دي. فهتلاقي البوكو اكتسري انفسي هينافس بقوة اي جهاز هيقابله في الفئة السعرية دي. ولو انت مش حابب من شركة شاومي ففيه الاوبو اي تلاتة وتسعين. سعره حاليا اربعة تلاف ومسومية جنيه. جهاز حلوة جدا شاشة سوبر اموليد وباصمة مدمجة ومعالج قويس. وزنه خفيف جدا وحاجة كده تحس ان ايه حاجة بريميوم حاجة فخمة جهاز ممتاز وعجبني. فانت لو معك خمسة الاف جنيه او قال شوية لاما البوكو اكتسري انفسي او تجيب الاوبو ايه تلاتة وتسعين. والله وده كان رأيي في كل جهاز في كل فئة السعرية. بقى بقى رأيك انت تشارك بيفتعليه. ووس كده اهديكت كل حاجة في فيديو النهاردة اتمنى يكون الفيديو افاتك وعجبك. ولو الفيديو اعجبك. بقى تستاشى طبعا اللايك مهم جدا. الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس اهم واهم عشان اقدر استمر. وعشان تتابع كل جديد. واكل عادة يا شباب نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام. الجو سقعة انا مش عارف. الجو فجأة قلب ازاي مش عارف. مش عارف الجو بس عكده ايه. يا سلام بقى انت ايه? سلام يا بمالك. سلام. الكاميرات جدا بالذات وبالتحديد في الفيئة السعرية دي. بتاعها السريع تصوير الفيديو تلاتين فريمبر سكند الف تمانين. فحاجة كويسة جدا بصراحة كتجربة كاميرات. هتاخد تجربة ممتازة جدا قريبة جدا من تجربة الريدم ناين. اللي انا شخصيا برشحه افضل هاتف في التصوير في الفيئة الالفين وخمسمائة جنيه لحد تلات تلاف جنيه. الجهاز ده برضو انا حتى الان لسه مشوفته منافسين. ولكن الاحين ظهور منافس اقوى فالجهاز ده يكون من افضل ومن اقوى المنافسين في نقطة الكاميرات في الفيئة السعرية بتاعته. هتكلم معك ناميزة التالتها والقوية والواضحة جدا الشاشة. الشاشة اللي جاية بحجم ستة ونص بوصة بكسافة بكسلات محترمة جدا مع يجد عن عظمة اكسم بالله عظمة. الفيئة السعرية دي شركة بوكوا او شركة شاومي نكحة جدا في احتلالها بشاشة بفولش دي بلص عرض محتوى ولا اروع متعة بصرية ممتازة جدا تجربة الوان حدة في المحتوى اللي انت بتشوفه للشرب بتاعها لا 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 حاجة رائعة شاشة ممتازة جدا تصلح للجيمز تصلح لمشاهدة المحتوى للتصفح للسوشال ميديا تصلح لاي حاجة واي غرض من اغراض الاستخدام اليومي فبصراحة الشاشة مفهاش عيب واحد يذكر اطلاقا يمكن ان دي بعض الناس اللي تصميم قديم شوية مش عصري ولكن انا مش شايف نوع ده في حاجة خصوصا ان الشاشة جاية بفويتش دي بلص بكسافت بكسلات محترمة بحجم وممتاز بفئة سعرية بقى 2500 جنيه ركز معي انا بتكلم في كل ده بقى 2500 جنيه انت عندك شركة بوك او شومي بتحل المعادلة الصعبة امكانيات جبارة بسعر ممتاز ترجمة نانسي قنقر